يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 بصراحة كده بصراحة وانا جاي النهاردة الحلقة كنت بدور على حاجة إيجابية أبدأ بيه على الحلقة النهاردة وانا ببعدتي وزي ما بقول لحضراتكم دايما يعني انه نقول كلام يهدي الأعصاب يفرح بنتكلم على الكورة فاتبقى الدنيا مبهجة خاصة ان احنا بنتلع متأخر بالليل فانت مش عايز أصلا تكتاب ولا تدهي قبل ما تناب دورت والله دورت على مخرج دورت على مخرج أتكلم عنه بحاجة إيجابية بس يا جماعة لما الموضوع يتعلق بمنتخب بلدنا في أي مرحلة عمرية الوحي ما بيعرفش يزوّق الكلام يعني ما بتبقى مثلا حاجة على النادي الأهلي على نادي الزمالك على النادي الإسماعيلي على المصري على الاتحاد على بيراميد أهو بندور على إيجابيات يبني عليها الفريق الفترة اللي جاية ونقول كلام إيجابي بدل ما نقول كلام سلبي ونقضي طول الوقت بس يا ما يبقى الكلام على منتخب بلدنا في غيرة بقى في زعل أحياناً تتحول لأهرة وأنا شاب بس ما قررش الكلام اللي بنقوله ألف مرة يعني نهارده منتخبنا خسم من منتخب الناجيري بهدف مباراً لفات التعادل سلبياً مع منتخب موزنبيق الضعيف جداً ولسه عنده الأمل أنه يكسب السنغال ويصعد كتاني لو ناجيريا خسرت من موزنبيق أو كتالت هو فيه بطاقتين للمركز التالت ممكن يصعده لدور الثمانية الأمل موجود آه موجود آه موجود بس يعني حط في اعتبارك برضو أن احنا نلعب المنتخب السنغالي اللي هو أقوى منتخب في هذه المجموعة المنتخب السنغالي أقوى منتخب في هذه المجموعة هتعدلنا مع المنتخب الضعيف واخسرنا من المنتخب المتوسط اللي هو المنتخب النجي بمقاييس اللي حصل في المجموعة حتى الآن عندنا السنغالي اللي ضمنت السعود أول منتخب البطولة يضمن السعود وبالمناسبة يعني هكذا على الهامش يعني السنغال اللي التاريخ بتاعنا في كرة القدم يتفوق عليها في كل شيء في كل شيء في كل المراحل العمرية السنغال هي بطل كأس الأمم الأفريقية السنغال شاركت في كأس العالم السنغال فازت بكأس الأمم الأفريقية للمحليين السنغال أول منتخب صعد في كأس الأمم الأفريقية للشباب السنغال شيء بشيء يذكر يعني هو بطل أفريقيا للكرة الشاطئية ده المنتخب السنغالي اللي بقولك احنا كنا أبعد منه بأميال متأخرين يا جماعة متأخرين وتعالوا نواجه نفسنا كده نواجه نفسنا مرة أنا سهل أطلع أقولك الكلام اللي الكل بيقوله هو ليه كابتن محمود جابر هو المدير الفني المنتخب الشباب لو غيره كاية الأمور هتبقى أحسن ما ظنش طيب هو ليه لعبي المنتخب الشباب ما عندناش مواهب كبيرة ما احنا عارفين ان احنا ما عندناش مواهب عندنا نضرة في المواهب في الكرة المصرية حتى على مستوى الكبار اللي عندهم خبرات أصل اتحاد الكرة السابق اللي عين أو الحالي اللي ما عملش معسكرات ما احنا عارفين ان اتحاد الكرة بصراحة يعني بصراحة شديدة يعني ما بيعملش حاجة للمنتخبات الوطنية هو بيستنى دايما الصدفة أما كلمة على تحد ده وغيره يعني بيستنى دايما الصدفة اللي ياخد بيها منتخب لنا أو يعمل إنجاز ويقولك أنا صاحب الإنجاز هو بيستنى الصدفة دي لكن هو شغل وتعب واكتهاد ما فيش ما فيش طيب نعمل إيه؟ ده بقى الحاجة اللي ممكن تخلينا نخش لقدام شوية ناخد خطوتين لقدام شوية بدل ما نقعد نسرخ كلنا وخلاص نعمل إيه؟ سهلة والله سهلة وعملناها بعد كاسرهم الأفريكية الكبار اللي اخسرناها في النهاية وقلنا روح يا جماعة شوفوا اللي بيحصل في قطاعات النشئين في مصر ودي زي ما بيقولوا كده إيه؟ إلى من يهمه الأمر روحوا بصوا على قطاعات النشئين في الأندية المصرية في قطاعات نشئين في الأندية المصرية بياخدوا مقابل مادي بياخدوا مقابل مادي عشان الأطفال يخشوا يلعبوا في قطاعات النشئين بياخدوا مقابل مادي وشايفينها الأندية دي على فكرة إنها حاجة استثمارية وبتزود الدخل تمام؟ أدي واحد اتنين لا أخفيكم سرا الحاجة يعني مش بقول لكم مفاجأة ولا بقول خبر حصر يعني إن حجم المجاملات في قطاعات النشئين في مصر لا أخفيكم سرا إن المدربين المحترمين اللي بيمسكوا جطاعات النشئين في الأندية هما اللاعبين اللي بيتكرموا مش المؤهلين يعني مثلا اللاعب الفلاني اعتزل خد فرقه 2006 وإنت اعتزلت أنت كنت كويس معانا في الفئة الأول ويا ما ديت للنادي خد فرقة 2004 آه يا فندم نجم كبير والله وعلى عيني وعلى راسي هل هو مؤهل؟ هل هو مؤهل إنه يدير هذه الفئات السنية؟ لا طبعا بس كرامه يستخدموا هيخد مرتب قليل فالدنيا سهل يعني خطر اللي بيحصل خطر وكل مرة نلف في نفس الدائرة ونسيب الأصل الدائرة اللي هي إيه هاتحاد الكرة لا بد أن يرحل ولا بد انتحاد الكرة أحسن كما هو ده رحل واللي قبله رحل واللي قبله رحل وإحنا نفس الكس مش كسة بقى اتحاد كرة خلاص حد دي على جنب مش بقول إنه هم مش غلطانين طبعا هم الليلة كلها بس ما كله شبه بعضه من الآخر يعني كلهم ناس أفاضل محترمين بس ما حدش بيدير بطريقة سليمة ما حدش بيدير بطريقة سليمة فحط اتحاد الكرة على جنب المدرب لا بد من اختيار مدرب كفق لمنتخب مصر للشباب بقى للأولمبي للاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مش حلو طيب الأهل واللي زمالك تلعوا مش حلوين فانا لو جبت أهلي تاني هيقولي طبعا انت جبت أهلي قبل كده مدرب من أبناء الأهلي طلعا مش حلو فجبت مدرب من أبناء الأهلي تاني ليه مش حلو فقولك ايه تعال لابص بدلا ما نخش تعال جيب واحد من أبناء النادي اللي اسماعيل اه ايه بقى معاييرك في اختيار المدرب سواء بقى أهل زمالك اسماعيل يا أجنبي ايه معاييرك بلا معايير اتحديك الحالي أو السابق أو قبل السابق كلهم قال لك معايير واحد واحد لاختيار المدرب ده غير لانا اقول لك شوية من شوية دوت اللي هو ممكن يكون حاجة هزلية جدا قصو ده مش حلو قصو ده أهلي منفعش فالزمالك منفعش فنجيب إسماعيل او بقول لك ايه بقى لاش مدرب مصري خاص فنجيب أجنبي لأ قصو الأجنبي بياخدوا لقات كتير فلأ مهطولها واحش تما نجيب مصري تاني وننف في نفس الدائرة هي أصلا لا حكاية مدرب ولا حكاية اتحاد ولا حكاية الكلام اللي هم نقوله كل شوية ده ولا أجنبي ولا مصري لا فيه أصلي تحت تحت كده الأصلي ده بايز بايز الجملة الشهيرة شعب أكتر من مئة مليون وما عندناش مواهب كتير ما هو أصلا يمشي قصة المواهب دول ما يبشوش في الشارع فروحين تأخدهم وخلاص لا حتى المواهبة دي انت بتاخدها وبتشتغل عليها وبتنميها وبتتعب عليها وليها معايير ليها علاقة بالأكل والشرب والحياة والتعليم وتفاصيل كثيرة لكن احنا عندنا في قطاعات الناشين أنا عايز أزبسك للأصل مش عايز بقى أكلمك النهاردة عم تاخذ الناشين ده يا كان فرصة والمدرب كان المفوض يعمل ايه بعد اللي ما يخش فينا هدف ولا هكلمك على الكلام ده كله بنقعد نلف احنا في الدائرة دي انا بقى لي الواحد يعني شغال في الشهور وانا بقى له 16-17 سنة من ساعة ما تولد هو بيسمع نفس الكلام من ناس أكابر ومحترمين وكده كده بقى ما منحلش ما منحلش ولا بنربط زي ما بيقول الحل فين مبساطة يا جماعة بدون بقى سريخ وخناء ومشاكل ولي هيمسك في فلان ولي هيمسك في فلان ولي عايز يصفي حسابات مع فلان ولي عايز يصفي حسابات مع فلان لأ انا بطلب من اتحاد الكرة لو له سلطة لو له سلطة في هذا الأمر أو لجنة الأولمبية أو وزارة الشهواء اللي ليه سلطة في هذا الأمر روح يا جماعة رأبه رأبه كتاعات النشئين في الأندية مهازل مهازل وأندية صغيرة وكبيرة مهازل كله مجملات وكله بلا معايير وبلا شغل علمي وكله كله إلا طبعا ما رحمه رب يعني وليلين قوي يعني وليلين قوي يعني عشان برضو ما جمعش فيه حد هو بفرغة يقولي لا بس احنا مشتغل كويس قليل اللي بيشتغل كويس والقليل ده ما يديش انتاج كبير ليه منتخباتنا الوطنية في المناسبة واحد بس المهاردة في منتخب الشباب اللي كان بيلعب محترف واحد بس مظهر المهاجم بس مو بأن مئة يوم صوتنا بيتنبح يا جماعة في مواهب مصرية موجودة في الخارج دوروا عليها اشتغلوا عليها اتعبوا عليها اجتهدوا عليها مفيش مفيش كله ساي بالدنيا وبص بقى وتوصل للمرحلة بتاعت ايه بقى ان شاء الله ربنا هيكرمنا ان شاء الله دعوات المصريين هتبقى معانا ما طبعا يا سيدي والله ان شاء الله ربنا يبقى معانا ما تقوليش الحاجات المسلمات بس ما هو ربنا مع المجتهد مع اللي بيتعب مع اللي بيشتغل بس كل شوية انت مؤتمد علي يلا يا جماعة دعوات المصريين يا سلام انت بشتغل اول وادع معاك اشتغل كل الناس كل الناس السهل للوقت ان انا قريت حد النهاردة كان كاتب انا هوريك بس حتى حتى لمنين نتناول المواضيع بنتناولها بهذه السطحية المرعبة المرعبة يقولك ايه الصح دلوقتي كابتل محمود جابر يمشي ومدرب اخر يمسك المنتخب في مبارات السنغال تخيل احنا في 2023 بنتكلم بالطريقة دي متخلين ان هو دا الحل الراجل اللي اشتغل مع المنتخب بقاله شهور ربما سنين تمام فانا مفهود عشان هو قدم اداء مش جيد لها جهاز فني واللعبين اقدمه اداء جيد حتى لان في بطولة افراك فاقول له امشي ونجيب بقى واحد من بيتهم لا يعرف اصلا اسماء اللعيبة ولا يعرف امكانياتهم ولاها في اي حاجة ونقول له بقى ايه الامل فيك انت احنا كمان بينا نتعامل مع المنتخبات زي ما نتعامل مع الاندية الاندية طبعا تفهمين اللي بيحصل كل ثلاثة يام غير مدرب ومشي عموما عموما ان شاء الله يعني نكسب المنتخب السنغالي ان شاء الله لسه زي ما بيقوله ايه لسه في امل نمسك فيه ماشي لعله وعسى لعله وعسى هتقول لي يعني لو المنتخب كسب السنغال وصعدنا لدور التمانية وبعد كده صعدنا النصف النهاية وخدنا البطولة وما خدناهش بس صعدنا الكاس العالم اللي اربع الاول بيصعده او اللي اربع الفنبال زي بيصعده الكاس العالم نعتقون في اندونسيا يبقى خلاص بقى المنتخب بقى حلو لأ 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 جماعة اسمعوني وفهموني ارجوكم وانا عارف ان انتو فاهمين وسمعين اكتر مني ساعمل نكلم بعض واندردش شوية هي الحكاية مش حاجة بالصدفة ما احنا ياما خدنا بطولات وعملنا انجازات لمنتخبات بقى عمار مختلف بس معرفناش نخليها قعدة خلناها دايما استثناء خلناها دايما صدفة وربنا معانا وربنا معانا